افتتح سعادة اللواء عبدالله الزايد نائب رئيس الامن العام الملتقى الافتراضي الذي اقامته وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص الفين وعشرين وشارك فيه نخبة من كبار المسؤولين بالوزارات والجهات المعنية ونقل نائب رئيس الامن العام للمشاركين تحيات معالي وزير الداخلية وتطلعاته الصادقة لنجاح اعمال الملتقى الذي يجسد رغبة البحرين الصادقة في مواصلة مكافحتها لهذه الجريمة وتعزيز مكانتها دوليا للمحافظة على هذه الانجازات والاسهم مع كافة الاجهزة محليا ودوليا في التوصل الى فاق ارحب ووسائل انجح للحد من هذه الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية كما نقل تحيات سعادة رئيس الامن العام للمشاركين وتمنياته نجاح الملتقى تحقيق المملكة البحرين مع الاسرة الدولية باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام ويأتي الاحتفال في كل عام بمثابة اعلان عالمي بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالاشخاص والتوعية بمعاناة ضحاياها وتعزيز حقوقهم وحمايتها نظرا لان هذه الجريمة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان كما انها جريمة تمس الالاف من الضحايا عالميا من الرجال والنساء والاطفال ممن يقعون فريسة في ايدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها وكل بلد في هذا العالم يتأثر من ظاهرة الاتجار بالاشخاص سواء كان ذلك البلد هو المنشأ او نقطة العبور او المقصد للضحايا ويأتي احتفال مملكة البحرين هذا العام مكملا لسلسلة النجاحات التي حققتها للعام الثالث على التوالي ولله الحمد حيث حققت المملكة انجازا حضاريا رفيع المستوى بالحفاظ على موقعها ضمن الفئة الاولى بتقرير وزارة الخارجية الامريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافعة الاتجار بالاشخاص وهو اعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الانساني مواصلة انفراجها بهذه المرتبة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك بفضل البنية الامنية والقانونية والمؤسسية الراسخة وحرصها على تطبيق وانفاذ القانون لحماية الضحية ومعاقبة الجاني كما اشاد التقرير ايضا بالجهود الحثيثة لمملكة البحرين الجادة والمستدامة في تعزيز بيئة العمل وتوفيرها الظروف المناسبة لمساعدة الضحايا في الوصول والحصول على العدالة الى جانب توسعها في ملاحقة وادانة المتورطين في هذه الجرائم علاوة على حرصها الدائم على التطوير والارتقاء بالاجراءات والبرامج المطبغة لقد عملت مملكة البحرين خلال السنوات الماضية بجد واجتهاد على تطوير انظمتها وبرامجها مما اسهم في ارتقائها من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014 الى الفئة الثانية في الفترة من 2015 وحتى 2017 بعد ذلك بدأت فعاليات الملتقى الذي اداره العميد محمد بن دينا مدير عامل ادارة العامة للاعلام والثقافة الامنية حيث اوضح ان البحرين بلد الانسانية وما انجازاته في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص ما كان ليتحقق لولا الجهود الوطنية المخلصة التي تستمد من عزيمتها من فكر وطني مستنير ومشروع اصلاحي راد ارسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله واستطاعت الجهات المعنية المضي قدما على هذا الدرب وفي مقدمتها وزارة الداخلية وبتوجيهات حتيثة من معالي الوزير ما ساعد في تحقيق نجاحات متتالية تعكس الطبيعة الانسانية والحضارية للمجتمع البحريني من جهتها اوضحات الدكتورة الشيخ رانها بنت عيسى الخليفة وكيل وزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص في ورقة عمل طرحتها بالملتقة ان التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص من خلال العمل الدؤوب والتنسيق المشترك بين المؤسسات والجهات المعنية في المملكة وتبني المبادرات والبرامج الفعالة لمكافحة هذه الجريمة جعل من المملكة نموذجا يحتذا به في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص كما تم عرض مقطع مصور للدكتورة غادة والي نائب الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة أشهدت فيه بتجربة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وأكدت أن المكتب عمل مع البحرين لتنفيذ الالتزامات الدولية التي تتصدى للتحديات التي تطرحها مشكلة المخدرات غير المشروعة والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب والفساد مشيدا بالأثر الذي حققته مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حيث أخذت البحرين زمام المبادرة في تعزيز النهج الذي يركز على الضحايا فيما شاد القاضي حاتم فؤاد علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بجهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وما حققته من انجازات في هذا المجال في ضوء ما تتمتع به من أنظمة متطورة وفي سياق متصل أكد الدكتور علي عباس الشويخ رئيس النيابة الكلية في ورقته على دور النيابة العامة في انفاذ القانون والملامح الرئيسية لقانون مكافحة الاتجار بالاشخاص منويها إلى الاهتمام باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مكافحة الاتجار بالاشخاص من جهتها أكدت الأستاذة شيرين خليل الساعاتي مدير إدارة التظلمات والحماية بهية تنظيم سوق العمل أنه إيمانا بضرورة تحقيق أعلى درجات الحماية للعمالة الوافدة من الوقوع ضحية لجريمة الاتجار بالاشخاص استحدثت هيئة تنظيم سوق العمل إدارة التظلمات والحماية وتزويدها بمختلف الخدمات من خلال أقسامها المختلفة منوهة إلى أن حماية العمال الوافدة بالشكل المطلوب لا يكون إلا عبر منظومة متكاملة وشراكة مع مختلف الإدارات وشارع العقيد عبدالوهاب بناشي مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية إلى أن الإدارة تعمل على سلامة الضحية وحمايتها ورعايتها سواء قبل أو بعد وقوع الجريمة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مضيفا إلى أن الإدارة تتمتع بقدرات كبيرة في مواجهة الجريمة والاحترافية في العمل وفي سياق متصل ألقى العميد عبدالعزيز الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية كلمة في ختام الملتقة أكد فيها أن اليوم العالمي للمكافحة الاتجار بالأشخاص يشكل فرصة مناسبة لتؤكد مملكة البحرين خلالها دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووفق آليات الأمم المتحدة الداعية إلى تنسيق الجهود المبدولة بين الدول والجهات الدولية في هذا الإطار حققت مملكة البحرين إنجازا دوليا غير مسبوق عبر تصدرها مركزا متقدما في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بجهود مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال حصولها على الفئة الأولى في تصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبوأ هذه المرتبة تحتفل مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 مليون اليوم من كل عام ويأتي احتفال المملكة بهذه المناسبة والسنة الثالثة على التوالي والتي أثبتت فيه المملكة حقيتها أن تكون من ضمن الفئة الأولى في تغرير وزارة الخارجية الأمريكية ولقد أولت إدارة مكافحة الاتجار البشر وحماية الأداب العامة الاهتمام بالأنصر الترديبي للكوادر البشرية من خلال سرعة الاستجاب للبلغات والكشف عن الضحايا وبصورة استباقية بالإضافة عدم إخفال الجانب التوعوي للمجتمع من خلال تقديم التوعية للمواطنين والمغيمين وفقا للأرغام والأحصائيات فإن جريمة الاتجار بالبشر في مملكة البحرين لم ترتقي إلى مستوى الظاهرة وذلك بسبب أن الحالات محدودة وتتطلب هذه الفترة تكاتف جميع الجهود الوطنية الحفاظ على هذا المركز المتقدم ولمجتمع ومستقبل خالي من هذه الجريمة يأتي هذا الإنجاز محصلة لجهود وطنية دؤوبة قامت بها إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأداب العامة بالعمل على تطوير مهارات وقدرات العاملين على طرق الكشف بصورة استباقية لضحايا الاتجار بالبشر فضلا عن توعية الوافدين بحقوقهم تقوم استراتيجية الإدارة على تطوير أداء العاملين في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأداب العامة من ضباط وضباط صاف أفراد من خلال مشاركتهم في الدورات التريبية وورش العمل لتنمية مهاراتهم وأن التعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين دور فعال في مكافحة تلك الجريمة المنظمة العابرة لحدود ومن الشركاء الداخليين الذين يتم التعامل معهم المديريات الأمنية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وهي تنظيم سوق العمل بالإضافة إلى الشركاء الخارجيين كسفارات الدول والقنصليات بداخل المملكة وخارجها وجهاز الانتربول والمنظمات الدولية وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص تعمل وزارة الداخلية على إبراز تلك الجهود الوطنية المتميزة في تحقيق الأمن الشامل وحماية النظام العام في هذا المجال